بعت الفريق أول محمد زكيا القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وأكد وزير الدفاع في البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنا عزيزا لكل المصريين وضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة